تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني ورفع سمو وزير شؤون الديوان الملكي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة أسمايات التهاني والتبركات واكد سموه أن هذه المناسبة الوطنية قد شكلت خريطة طريق لنهضة المملكة وتطويرها في شتى الميادين مجسيدة في ذلك مشروع جلالة التنموية القائم على مبادئ العدالة والحرية وقيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز المشاركة الشعبية كما أكد سموه في هذه الذكرى الوطنية بأن ميثاق العمل الوطني قد أرسى قواعد الدولة العصرية الحديثة بخطا ثابتة وراسقة وعكس رؤى جلالته الحكيمة لرفعة المملكة بما يعود بالنفع والخير على الجميع ويحقق تطلعات وطموحات الشعب نحو التطور والرخاء مشيدا سموه بمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي واكبت عهد جلالته الزاهر في شتى المجالات وحققت العديد من النجاح والمكتسبات الوطنية سائلا المولى القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها المملكة